أهلا وسهلا أصدقائي كذا يرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلى اخر وانتو ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفة جديدة كما كتشوفوا اليوم جربت معكم لي ماكارون بطريقة مبساطة وطريقة سهلة وأكيد غينجحوا معكم من اول تجربة وبدون لوز غرب البيسكويت بقوا معي باش شوفوا الطريقة والمقادير نبدأ على بركتي الله نحتاج 65 جرام البيض 65 جرام السكر 65 جرام البودرة اي بيسكويت و 65 جرام السكر سكيل او سكر غلاسي كما تشوفوا ناخده واحد البول وناخده الطراب وتؤكدوا منهم 100% انهم لا يوجد انقطة الماء سنضيف البيض ونضيفه على السكر سوف تخدموه مرنج بمعنى انكم سوف تهزوه بالطراب ونضيف هذا المنقار ونضيف لكم نهائيا سوف يبقى لاصق في الطراب سوف نضيف البسكويت نضيفه على السكر ونضيفه على السكر ونضيفه غير واحد دوزة خفيفة في مولينكس لان متنزل لان يضيف البيض و اضيفه من المولوين أحمار ونضيف لون غوز كما تشوفوا نخلطه ثم نضيفه تنظر خالد و تفرق على البول و تجمعه باستيجه مما كانت هذا الملحة خاصة تكبر الامر إذا أردت المنطقة نرى اصحابنا و اصحابنا انا لدي لطا مكارون صغير لطا عادية هنا لبنات ان ترسموا الدوائر لطا مكارون كان احسن نرسموهم و تديروا على حسب هذيك الدائرة فهمتوني وبالنسبة لبنات نفس المقادر فهمتوني باللوز سوف تطلع البسكوين ب 65 جرام انا في هذا الوصفات اردت البسكوين بالكوكس ميز وصابلي جابنيين في الماضق و جزوين و صراحة جواني المكارون ناجحين سوف نكمل انني سوف نبوشي هذي المكارون سوف تساليوهم كتزد حلاطة واحد ثلاثة ديال الازدحات وكتاخدوا واحد الكيغدون وكتبقوا تحيدوا ذلك البوايقات سوف ندوزل طريقة الطياب والتي هي اهم حاجة للفران سخون مسبقا سوف نديرو 5 دقايق لي مكارون نقوم بتشعيله اللهم من الفق و من تحت الفرفارة المدة ديال 5 دقايق مني كنت تكمل 5 دقايق نحلو عليهم الفران نحلو كه يخرج قاعدك السخونية اللي فيه و ناخدو هذو كل ماكارون ديالنا كم طلعوهم الل الفق كان بعيدوهم مثال العافية كم طلعوهم الاقصى درجة و سوف نظر عليهم من الفق و سوف نسكر الفران على ممكن في التحط لمدة ديال 5 دقايق َ ثم نحل عليهم ثاني ننفذ الفران واحد ثاني ونصد عليهم خمسة دقيق واحد اخرى يعني في الطوطال حلطي بناهم 15 دقيقة الخمسة دقيق اللولة والخمسة دقيق الثانية والخمسة دقيق الاخرانية هنا كيكونوا لي مكارون جان نوجدوا يأتيوا ناجحين مياه في المياه كما تشوفوا بالنسبة للناس اللي عاد كي تعلموا او لا اول مرة بغين يجربوا لي مكارون جربوهم غير بالبيسكويت بلا ما تدرو فيهم اللوز من بعد حتى تتلقوا يديكم وتتمكنوا منهم عدو اللي وخدموهم باللوز ولا منك هاللي بغيتو وهذا هو الشكل نهاي ديال لي مكارون ديالنا اذا هنا كنكون وصلنا النهاية الفيديو كم غين نقول لكم شكرا بزاف عن المتابعة ونطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفة جديدة السلام عليكم وطلوا لي افرسكم بيزو